من خلال اللقاء تطرقنا إلى التحولات والتغييرات التي حدثت في السودان وطبيعة مهام الفترة الانتقالية وتطرقنا بالطبع للرؤية الاستراتيجية لحكومة السودان فيما يتعلق بتحقيق السلامة الشامل وكذلك تكلمنا عن الدور الكبير الذي لعبته تشات ولعبه الرئيس إدريس دبي تحديدا فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين طوال فترة الحرب في دارفور تحديدا هناك أكثر من 300 ألف لاجئ يعيشون في مناطق شرقي تشاد وقامت الحكومة التشادية والدولة بواجبات نعتقد أنها كانت واجبات عظيمة تجاه الشعب السوداني وتجاه اللاجئين تطرقنا لأهمية الدور التشادي في تحقيق السلام في السودان لا ينكر أي أحد أن هناك أدوار تاريخية لعبتها تشاد في قضايا الحرب في السودان ومنعتقد هناك دور كبير يجب أن تطلع به تشاد في دعم العملية السلمية كذلك تكلمنا عن العلاقات وإشكالات الحدود ما بين السودان وما بين تشاد وأهمية تفعيل القوات المشتركة لحفظ الأمن في منطقة الحدود وحماية انسياب السلع والمواطنين بين الدولتين وكذلك تكلمنا عن أهمية بناء علاقات تجارية ما بين السودان وما بين تشاد كل الناس يعلموا أنه لفترة طويلة جدا تشاد تعتمد في الاستيراث والتصدير على ميناء بورسودان تعطل هذه العلاقات التجارية لأسباب سياسية كل الناس يعلمونها ونحن نعتقد أن الأسباب السياسية التي أدت إلى تعطيل الأعمال التجارية ما بين البلدين أزيلت وليس هناك أي سبب من الأسباب يمنع من أهمية النقاش حول العلاقات التجارية المشتركة ما بين البلدين وطبعا لقضايا سوف تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة جدا للسودان وتحقق مكاسب اقتصادية كبيرة جدا لتشاد تفهمت الحكومة التشادية بقيادة إدريس دبي حول أهمية أن يلعب الأشقاء في تشاد دورا إيجابيا في دعم السلام وأكدوا دعم العملية السلمية في جبا وأنهم لا يتوانوا في دعم أي مجهود يطلب منهم في دعم العملية السلمية في جبا إلى أن تنتهي إلى سلام شامل يحقق الاستغرار في المنطقة أكد الطرفان على أهمية تفعيل على الإجراءات الأمنية ما بين التشاد وما بين السودان بالذات في منطقة الحدودية الممتدة ما بين البلدين وهناك رغبة وجدية من الطرف التشادي في ضرورة بدء الإجراءات الفورية في تفعيل الأعمال بتاعت اللجنة الأمنية المشتركة ودي مسائل نعتقد أنها مهمة سوف تحد من عوامل انسياب الجريمة في المنطقة وكذلك تحد من مسألة تهريب السلع البيتين بين البلدين وطبعاً ده بيأثر في الميزان التجاري ما بين البلدين وهو كذلك بيأثر في العملية الاقتصادية في السودان لأنه كل الناس ممكن يعلموا أنه هناك سلع أساسية في السودان زي الدقيق وزي الوقوت ده سلع مدعومة ومدعومة بأكثر من خمسين في المئة من ميزانية الدولة لفترة كبيرة جداً هناك عملية تهريب لهذه السلع بنعتقد تفعيل العملية المشتركة ما بين البلدين سوف يحد من تهريب السلع وده بيأثر في الميزان التجاري بتاع البلدين كانت زيارة إيجابية وكانت زيارة طيبة وبنعتقد أنه وضعنا العلاقة الاستراتيجية ما بين البلدين في الإطار الصحيح وده سوف يؤثر على المسألة بتاعة العملية السلمية ويؤثر على مستقبل علاقات التجارية وغير التجارية بما في ذلك العلاقات الأمنية ما بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر